هو كل حاجة ما بتخدش عادي الرموشي مش رموشي ماشي مش عارف الحواجب مش حواجبيه تمام الشعر مش شعري أوكي شلال بتاع دي يسأل لها طبعا دي وحشة جدا في طب الأسنان اللي بتغطي يعني بيستخدمها دولتين قوي يعني مناسبة مش عارف ايه قال لها دي أسناني اغمع عليها وعلى فكرة دي القاعدة الأساسية اللي عايزكم تعرفها الإنسان يتقبل أي شيء في شريك حياته أو في الإنسانة اللي معجب بيها إلا إن سنانها تكون وحشة سنانها وحشة كنتم معها الباقي كله أزواء في ناس تحب الطويلة في ناس تحب القصيرة في ناس تحب السمرة في ناس تحب البيضة في ناس تحب الشعر الطويل في ناس تحب الشعر القصير في ناس ما يفرقش معاه الشعر خالص كل وارد فيه ناس بتحب البنت اللي هي اللي أنها خضرة فيه ناس تحب البنت اللي أنها السودة لكن ما فيش حد بيحب سنانه وحشة لا بنت ولا رجل كلام ده حطوه في دماغه كويس قوي ولذلك اللي عايش عنده سنة مفقودة وعمل يصير فلوسه يمين وشمال بقوله بليز أعمل سنانك وخصوصا إن دلوقتي فيه حاجة بقى لازم أقولها لكم سنة 1952 فيه تسمية قالت اسمها الاندماج العظمي على الظاهرة اتواجدت عشان توصف ارتباط التايتينيوم بالحظ المفهوم بتاع الاندماج العظمي اتطبع في طب الأسنان سنة 1960 وطبعا واحد اسمه برون مارك هو اللي بدأ يشتغل للشغل ده وبرون مارك ده بروفيسور في جامعة غودنبرج قام بوضع غنسات الأسنان لأول المريضة البشرية اسمها غوستا لارسون ده بناء على فهمه إن فيه حاجة مهمة جدا نسمها لاندماج العظمي ما بين العظم وبين الغرسة النهاردة هنتكلم على الغرسات الجديدة والأنواع الجديدة والتايتينيوم وفيلم كبير قوي وليلة يا باشا النهاردة في الحوار لأ وبعدين فيه حاجة تانية كنا بنخاف من الزرعة لزرعة تضرب عصب لزرعة توصل جيب أمفي طلع فيه دلوقتي تقنية حديثة جدا تخلينا وبمتأكد أثناء الزرعة إن أنا بعيدة على العصب وبعيدة عن الجيب الأمفي وما فيش احتمالات إن أنا غلط يعني التقنية اللي هنتكلم عليها دي تقنية تحميني أثناء الزراعة نفسها مش تحميني قبلها وأنا في الزراعة معتمدة على خبرات أو رؤية قبلها قصة برضو موال جامد قوي النهاردة القصص والبواويل كثيرة مع ضيفي العزيز الذي سيبدأ في حواره الغير تقليدي والممتع دائما أستاذ دكتور شادي علي حسين كل الطب ببني علاقة داك نوص التشخيص إهمال الأسنان كاليس يا دكتور عيمة وتشخيص الأسنان حاجة في غاية الأهمية ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان حشوات تجميلية يعني يعني إيه كلمة حشوة تجميلية طرامة لسه ما وصلش للعصب يبنسميه العلاج التحفظ دايما الناس بتهمل الأسنان في مرحلة دي عالم طب أسنان للأطفال بقى عالم مهم جدا شهرة القشرة التجميلية في الغرب أكتر كتير جدا من الموجودة في مصر تحضير القشرة التجميلية هو أصعب تحضير في تركيبات الأسنان مفيش حاجة اسمها قشرة مجار تحضير أربع ساعة عابت خلص الزلح أنا يا دكتور هخش لك العيادة هطلع من عندك بفاضي ولا بسنان هتطلع بسنان بس في الأول وفي الآخر انت ماشي بسنان أحسن من اللي انت داخل الأستاذ الدكتور شادي علي حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية للطب الأسنان الرقمية اسمحوا لي الرحب بطائف العزيز اللي هيمتعنا النهاردة بحوار أكيد يعني ممتع جدا وجديد لأنه في دمج بين حاجتين مهمين أوي طائف العزيز سيد دكتور شادي علي حسين أهلا بيك دكتور أهلا بيك دكتور أيه إيه بقى عندما أجمع مثلا اتنين تكنولوجيا يخدموا بعضا بس قبل ما ندخل على التكنولوجيا إنت عارفي عايز أبدألك بحطة مهمة أو في ناس كتير أو معاها تبص لي سنة واقعة وبيصرف فلوس في الهيافة مش عارف إيه مش عارف إيه إيه يحصلوا من جراء هذه السنة المفقودة والأي المشكلة في النقطتين دايما هو الموجه لنفسيات معظم الناس ويمكن إحنا بقى يمكن في التخصصات تانية برضو بنعمل كده الحاجة الأولنية هو إن الإحساس إن الموضوع هيبقى مؤلم و هياخد وقت فممكن يبقى كسل أو خوف الحاجة التانية إنه هو يبقى شاف experience أو شاف خبرة من حد تاني مش كويسة أو سمع كلام من الناس بتحسسوا إن الموضوع بسيط أو هو حاول إنه هو يشوف الويكيبيديا أو الحاجات اللي بيحاول دايما كنا بنحاول إنه بص على جوجل يقول لك جوجلت فتلاقي إنه هو هيداز إنه إن المشكلة دي ممكن تؤدي لمشاكل في الهضم لمشاكل في الداية يعني ممكن ناس كتيرة جدا عايزة أقول لك ابتدت إن هي تتخس وتبقى تلعب رياضة ومش عارف إيه والكلام ده كله مجرد من ابتدت سنانه كان الأول سنانه الخلفية دي مش موجودة وهو مش مهتم بيها شكل الوش أكبر سنان كتير جدا هضمه وحش جدا أبيز وتخينه مش عارف يبقى حاسس إنه هو مبسوط ليه لإنه هو مش عارف يأكل الحاجات الألياف والحاجات المظبوطة والحاجات الهلسي علشان اللايفستايل كله بادي من الفم بيت الداء على رسول الله السلام على قول رسول الله السلام إن بيت الداء هو الفم المعدة بيت الداء بس طبعا كله يعني يعني حاسبه من قدم له قيمات إنه يقب له عضو داء طبعا يعني كله فلما بنيجي نتكلم إحنا جنرال ابتدينا إن إحنا يعني مرة واحدة كده مدخلين اتنين تكنولوجيا في الزراعة مع بعض علشان نحسن إكسپيريونس بتاعت الناس نوصلها يعني للألتمت زي ما بيقول أول حاجة حريكي ابتديس يمكن بموضوع الاندماج العظمي أو الوستو الانتجريشن وأول واحد فعلا عملها هو برانا مارك وأحسن ده كان دكتور عظام بيحاول إنه هو كان يعني معاه إرشين كان والده غاني جدا فكان بيحاول يعني عنده كاميرا لما جوم يعملوله كاميرا ده مع راك مثلا كده بتيجي تعمل حاجة دهب يعني مثلا اللي بيعمله عربية دهب فهو عمل الكاميرا من التايتينيوم التايتينيوم ده كان يعني بيستخدم قبل البلاتينم كان هو دهب لبيض بتاع زمان كان التايتينيوم ده الحاجة إيه قبل البلاتينم كويس؟ هو داركر شوية عن البلاتينم وبرضه عنصر من العناصر الخاملة الندرة في أعلى الكيميكل متل تشين فطبعا عمل الكاميرا من التايتينيوم ففوجئ برد فعل العظم أو الاندماج العظمي ده الظاهرة دي اكتشفها إنه هو كان ده حاطت الكاميرا دي كاميرا صغيرة من التايتينيوم حاطت عشان يصور بيها التقام العظم بعد الكسور ففوجئ إن حصل اندماج عظمي ما بين التايتينيوم وما بين العظم والأنسجة الرخوة كمان اللي هي ذي الجلد وزي اللاسة وزي الكلام ده كله بتتقبلها بشكل هايل فطبعا الهافن أو الجنة بالنسبة لأي حد دلوقتي إنه يعمل الحاجة من التايتينيوم فابتدينا إن إحنا ندمج الشكل الحلو بتاع البورسلان الشفاف اللي عاملينه جديد اللي هو الألترا ترانسلوسن زيركوني مع الهيكل التايتينيوم مشكلة التايتينيوم الأساسية إنه هو محتاج مكان من نوع معين مكان اللي هو الـ C-N-C كبير جدا محتاج ديزاينز عنيفة لإنه هو الموشنز أو حركة المكان اللي بتخرج دي بتختلف من حاجة للتانية فهي محتاجة زي ما تقول كده دكتور أيمان لين صناعي وليس لين طبي to support the line الطبي فلازم يبقى فيه حاجة زي مكان مصنع تبتدي تقدر تعمل فيه الفريمورك التايتينيوم ده فكان فكرة أو تكلفة الكلام ده كاكوست أفاكتفنس أو إن أنا أقدر أعمل حاجة كده أعمل مصنع تايتينيوم عشان أعمل بس مجرد تركيبات ما كانتش تنفع إنها تتم على مجموعة عيادات صغيرة يعني ماينفعش واحد في عيادته يجيب مكينة تايتينيوم مكينة هيوج ماشين عشان تعمل تايتينيوم دي محتاجة مكينة زي ما حالك شايفها كده مكينة يعني ضخمة جدا فطبعا الحمد لله أنت عارف شاي نواية وصلت أربعين عيادة فبقى عندنا كمؤسسة علاجية من أكبر مؤسسات العلاجية في الشرق الأوسط بقى عندي الكاباسيتي أو الكام إن أنا أقدر أعمل مصنع للتركيبات وأعمل تايتينيوم فدي أول حاجة اللي هي التايتينيوم اللي إحنا قدرنا إن إحنا نعملها وإذا ما حالك شايف كده تايتينيوم إختصار تايتينيوم تايتينيوم بلاس دايميوم اللي هو الـ UTML الـ Ultra Translucent Zirconium بلاس زاركونيوم تايتينيوم وزير الزيركونيوم اللي إحنا متعاودين عليه بتعامل بالكمبيوتر وتايتينيوم كمان معمول بالكمبيوتر فده ندينا أولا في التركيب إن أنا أقدر أركب فترة أسيرة جدا التركيبات التآكل بتاع العظم حواليها أولا جدا اللي الالتحام بقى أصبح الأربع زرعات أو الست زرعات ملتحمين مع التركيبة هم حتة واحدة فأصبح في توزيع للأحمال هايل وزن التايتينيوم ده خف الريشة عمره ما يكون ريحة وحشة ليه؟ لأنه ما فيش فضل ما يلتصقش على سطحه أي حاجة البكتيريا ما تقدرش تلتصق على سطحه اللي ستتعامل معاه بشكل هايل ما يبقاش فيه فراغات طبعا التايتينيوم ده انت ما بتشوفوش ده بيبقى تحت هو ده اللي ملتصق في اللاسة اللي حالك بتشوفوه هو والتركيبات اللي هي بالنسبة لللي عندهم نقص في اللاسة يعني اللي بتجين زراعة شبه لاسة صناعية بالزبط الحاجة الجميلة في الموضوع بقى كمان إنه ما فيهوش أي مادة لازم يعني يمكن كنا منتكلم عن الحاجات دي في الزراعات اللي هي بتاعت السنانة المنفردة إن دايما مادة اللازق هي السبب الرئيسي في حدوث البرئيمبلانتايتس أو الالتهاب ما حول الزراع ليه؟ لأن مادة اللازق دي بتنزل تبتدي تعمل التهاب حاجة في مها كأنه الجسم يعتبرها جسم غريب وتبتدي يحصل الالتهاب وبوستلاقي إن فيه ورم حوالين الزراع بعد ما بيلزق الطربوش أو بعد ما بيحط الطربوش دي التايتينيوم ده بيطرب التايتينيوم في تايتينيوم فأصبح مفيش أي مادة لازق موجودة نهائيا طيب ده منظر يمكن الفريم ده قبل ما بنحط عليه الجزء الزركونيوم والجزء البينك وبعد ما بنحط عليه الجزء الزركونيوم والجزء البينك يمكن برضو معنا صورة ليه بيبقى شكله طبيعي أسنان طبيعية تماما كان شوهر دلوقتي كله آه فده الجزء بتاع التركيبات يعني إحنا اللي هو الجزء بتاع الطايت دايتينيوم دايماً المشكلة اللي كانت بتقابل الناس برضو أجين اللي هي إن أنا بقى طب ده جزء بتاع التركيبة إحنا خدناها من الآخر للأول طب الجزء بتاع إن أنا حط الزرعة جزء بتاع أنا حط الزرعة كنا بنشتغل عن طريق أشعة المقطعية العادية وإن إحنا نحط الزرعة عن طريق الدليل الجراحي وهو ده يمكن منظر التركيبة الطايت دايموند هي عبارة عن لسة وأسنان من جوة بقى الطايتينيوم حراك شايفه مش شايفه هو من جوة والناحية اللي لزقة في اللسة من فوق فده بيطربط عليه الطايتينيوم وبيبقى وزنه بقى دكتور أيمان أنت تشيله هوى خف الرش تمام؟ ليه؟ لأنه هو مادة الطايتينيوم دي خفيفة جدا 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 وفي نفس الوقت قوية جدا 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 طايتينيوم هو قوي السببين يا دكتور أيمان السبب الأوليني أنه هو الجزيئات بتاعته قريبة من بعض جدا فليها تركيبة فيزيائية وكيميائية بتخلي أن ما فيه السيرفس أنيرجي بتاعته أو الطاقة السطحية بتاعته عالية جدا فما فيش أي حاجة تلتصق به في نفس الوقت لما بييجي يضغط هو حنين جدا على لو دست عليه بعربية نا تقدرش أن انت لا تتنيه ولا تكسره فده الجزء تبرا عايز إليك ألا بس ميزة أن الحاجة تكون خفيفة في الزرع في الكبري نفسه أنه يكون خفيفة طبعا أنا دلوقتي النهاردة الكبري ده محطوط على الفك السفلي أو الفك العلو الفك السفلي بتاع الفك السفلي بالزاد هو مشدود بعضلة العضلة دي كل ما وزن الفك زاد أصبح المجهود على العضلة دي أكتر زي ما حضرتك النهاردة بتشيل دمبلز أو بتشيل حديد كل ما بتزيد الوزن المجهود على العضلة أكتر فطبعا أنا بحطه أساسا في حالات العضلات بيبقى ضعيفة كبير في السن كبير أو إنه هو لما بيخلع بقاله فترة بيحصل تراهل لعضلة المسيتر دي فأنا النهاردة لما بحط التقيل ده بيعمل صداع نصف وتلاقي الدكتور مش عارف سبب الصداع نصف منين وتلاقيه روح يعلف على ده كتر الأعصاب وده كتر الأنف والأذن وده كترة الرمض وده كترة كل التخصصات علشان يعمل يشوف الثابة صداع نصف لي وسبب إنه هو حط كبير تقيل جدا فده من الحاجات اللي وجدناه هو عايب أصدع تراكشن تراكشن هيدك تراكشن هيدك بالزبط صداع شد عضلة بالزبط يجي يمكن التقنية بقى اللي شغالة للناس دلوقتي إن أنا أحط الزرعات إزاي دلوقتي أصبح عندنا في حاجة اختراعة برضو جديد اسمه النابي دانت النابي دانت ده أو الأشعة التفاعلية هو اختراع ونابي ده اختصار إيه؟ نافيجيشن في الدانتل نافيجيشن يعني ملاح بالزبط زي جي بي اس كده وهو تعريفه العلمي دايناميك نافيجيشن سيستم يعني الملاح الحركي أو أثناء الحركة أثناء الفعلي أثناء العمل أثناء الحركة أنا بشتغل بزرق بالزبط هو ده فكرته ببساطة إحنا بنحط زرعات في اتجاهات صعبة زي الأولونفور بنحط الزرع ميلة بشكل معين بنحط عايزين نحط في مناطق جنب العصب في وراء الجيب الأنفي عايزة حط الزرع في مكان علشان أمن يعني أوفر على المريض ده أنه نزرع عضل فده عبارة عن موشن دي تيكشن كاميرا الحركة ده ما حريك شايفها دي كده هي عبارة عن كاميرا بتصور الحركة وبتفضل ماشي وراها فهو بيلقط التارجد بتاعه التارجد بتاعه هو مع الجهاز ده في حاجة معينة بتركب على الجهاز باللي بيحط الزرع زي شكل دايرة كده فيها حتة بيضة وحتة سودة كده زي ما بيبعينا في الصورة الجهاز بيقرأ الشيب ده ويشوفه رايح فين احنا بنعمل التخطيط الجراحي بتاعنا للزرع في اي حتة انا عايزها دكتور أين ولترالي في اي حتة جاعة الجبل في جنب عصب في اي حتة في اي حتة انا عايزها وانا مش خايف ليه لان انا هخش من الاتجاه اللي هيعجبني والجهاز هيوريني الاتجاه الصح اللي انا همشي به فيه ويوري حضرتك ترجل زي ما انت شايف كده تفضل ماشي موجهك انت عايز تحط الزرع دي للزرع اللي احنا عمنا لها بلانيج او اللي احنا عمنا لها تخطيط قبل ما نشتغل يفضل مماشيك يقولك لا خش يمين شوية خش شمال شوية اوقف اوقف في تلاتين ثانية تخل العمق قدامك كمان شوية وتوقف اول ما توصل للعمق توقف تحط الزرع في المكان المخطط ليه بالزبط بهامش ايرور تلاتة من عشر تلاف تلاتة من عشر تلاف من الملي يعني تقريبا ولا اي حاجة فبالتالي انا النهاردة قدرت ان انا حط زرع بدون جراح في تلاتين ثانية من غير ما اعمل خطوات مقاسات عشان اعمل دليل جراحي قدرت اشوف ودي ميزة كانت حلم ان انا يبقى بدل اكني بقول اكس راي فيلم اكس راي او صورة اشعة بقى عندي فيلم اشعة بدل ما انا عندي صورة ثابتة فيلم فيلم يعني فيلم متحرك اه صور صور ورا بعضة بالزبط بالزبط بقدر ان انا امشي عايز اخش في العظم في الحت في الاتجاه ده عايز اعمل كذا في العظم في الاتجاه ده عايز احط نافي سيستم نافي سيستم يفكرني زي ما يكون انت رايح مشوار واحد مهتم بيك اوه بيكلمك طول المشوار لا مش بيكلمك ده انت بيصور لك وهو بيقولك ايه انت وانت ماشي كده في قدامك صور مدرسة اه وهو شايف الصورة ادخل يمين ده مش بيوصف لك وسابك لا ده هو معاك اول بول لا ده كمان يعني هو يمكن لو قربناها للناس زي جوجل بس كأن جوجل بيتحكم في الدريكسون والفرامل كويس يعني هو دولوقتي التسلا بقى اللي هو العربية التسلا دولوقتي بتمشي الواحدة كويس تسلا ماشي اه اه انا تخبرنك بعد الهواء فهو متوجه انه هو انا ايه اللي انا عايز اروح في الحتة الفلانية هو بيشوف الطريق اللي هو اه بتاعت المعاصر اللي بعيد عن المزحمة اه وال بتاع يعني زي بالزبط جوجل كويس يقولك لا لما يلاقي حتة زحمة يقوم جايب لك حتة تانية تروح منها يقوم ايه كمان بقى بيدوس لك فرامل وبيدوس لك بنزين وبيخش لك يمين وبيخش لك شمال هو الجهاز ده بيقف لو انت دخلت على حتة غلط لو انت ماشي في اتجاه غلط يقوم واقف والدوران يقوم واقف خلاص دوران يقوم الحفار الحفار ده او الزرعة نفسها في حط الزرعة ما هو اصل ده تعرف الدليل الجراحي كنا بنستخدمه ان احنا بنحفر بيه بس لا انت انت مش تحفر بس انت بتحفر وبتحط الزرعة وبتاني كل حاجة بالجهاز ليل انت كل ما بتقرب من العضن هو بيوريه لك انت فين بيوريك مقطع عرضي ومقطع طولي ومقطع سؤال مهم الوقت انت بتحفر مهمة او بالنسبة لك انت بتعرف انت بتحفر فين بعيد عن عصب بعيد عن جيب أمفي صح تمام وانت بتحط الزرعة تروح جاية بالعصب وانا بحط الزرعة مياه الايدي شوية كده او بخبط العصب السرقة كفية بقيت حاجة بروح دكتور سنان لا بقى سؤال الفات ده اه سؤال الفات ده هو العظيم هو ما بيسبش نسبة ايرور بوصلك لغاية بره الامان زي بره اه ايه وصلك لحد ما تحط الزرعة خلاص حطيت الزرعة جوه فم المريض خلاص هو بقى خلاص بقى انا كده تمام وهو عارف نوك انت عارف حضرتك جزء من البتاع الليرنين كيرو بتاع الجهاز ده صعب جدا ليه انت بتعمل قياس بتقوله لازم تقوله كل اداة عندك تعرفه عليها كويس بنقعد نعرفه قبل طبعا الكلام ده مرة واحدة بس بنعرفه انا والله عندي الزرعات اطولها كزا وعندي الشنيور بتاعي ده اللي نعمل بيه ده حجمه كزا ويشوفه ويقرأه ويعمل كاليبريشن يلازم يقرأ كاليبريشن يقيسه يقيسه بحيث انه هو لما يجي يوصف لك اي حركة يوصفها لك صح ما في المال يبقى هو عارف فهو يعني هذا شنيور مثلا سمكه قد ايه بيحفر بسمكة قد ايه بطول قد ايه ومن الحاجات برضو اللي انا بحبش ادخل الناس في تفاصيل كتير بس كلمة حفر دي ما بقيتش موجودة ليه بقى احنا كنا زمان لما بنيجي في حاجة اسمها mechanical drilling كنا نبتدي ان احنا نحفر حفرة جوه العضل علشان نحط الزرع كويس فكان حتى الحفرة ده بيخوف الناس كلام ده ما بقاش موجود الكلام ده دلوقتي بقى في حاجة اسمها biological insertion biological insertion ده ان احنا بنلف بالراحة خالص كده كويس باداة بدل ما كانه مثلا 5-6 ادوات اداة واحدة وبعدين اقوم حاطة الزرع بضغط بسيط من طبعا ترك يعني عزم من الجهاز والزرع بدل ما كانت بتتعامل بحفر لا بتتعامل زي الساندويتش يا دكتور ايمان عارف اكدنك ايه بتزق العضم شوية كده البرا وتقوم مزحلقها في النص كويس عشان ما تهدرش عضم عشان ما هدرش عضم عشان ما حفرش هي كلمة حفر دلوقتي اصبحت غير موجودة دي عايزة حلقة الوحدة دي عايزة حلقة والله رزيز ما هو ده من ضمن السايكل على فكرة دكتور ايمان بتاعت النافيدنت ما هو النافيدنت مش مجرد جهاز بس بيقول لنا الاتجاه لا ده ليه ثتب معين في الحفر فيه او ملاش الحفر بقى الوضع الزرعة ليه ثتب معين في التصميم بس هو خطواته شابه للخطوات القديمة بالنسبة للمريد بالنسبة للمريد لا هي مش الشبه خالص هو بياخد اشعة وبيخش حط الزرعة ما عادش فيه مقاس في النص ما عادش فيه دليل جراحي بيتصنع ما عادش فيه تكلفة دليل جراحي ما اخد بالك من النقطة برضو انا النهاردة كنت زمان باخد مقاسات دي ليها تكلفة عليا وعلى المريد بعمل دليل جراحي دي ليها تكلفة عليا وعلى المريد انما انا النهاردة هو المريد ما فيش حاجة فيزيكا لها يدفع فيها فلوس كويس لا هو هيجي يصور أشعة يدفع تماني الأشعة وبيديني حط الزرعة بالجهاز ما فيش حاجة هتتصنع مخصوص غير السوفتوير عشان يدفع تمانها فبالتالي هو بيجي تدفع تماني الزرعة تماني الأشعة ويمشي وحط زرعيته في خمس دقيق وياخد أعلى درجة من الدقة والإتقان النقطة المهمة جدا جدا ان انا النهاردة علشان احط الزرعة دي بالتكنيج ده خدت وقت قد ايه خمس دقايق زيار تلاتين سنة حطيت الزرعة في تلاتين سنة طيب من النقطة اللي مهمة جدا جدا برضو البرنامج ده عنده قدرة عالية جدا 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 على الأمان للمريض ازاي زي ما انت حريك شايف كده أولا الكاميرا دي اللي بتصور فيه كاميرا بقى الكاميرا الموشن ديكشن دي بتصور كمان العملية بالكامير بتاعت الزرعة فالمريض ممكن لما يخلص ياخد سيدهاية كده عليها فيديو العملية وعليها خطوات العملية وعليها كل حاجة عارف ذا فيديو الأسطرة كده اللي بتعمل بتاع القلب هو زيه بالزبط النقطة التالتة البرنامج ده هو الجهاز ده مفيش منه غير 18 في العالم لأنه هو محتاج حاجة اسمها Navident Pre-certification حضرتك لازم تبقى certified علشان تداري تشتغل بالجهاز ده تمام فبالتالي احنا جبنا راجل international trainer هم اتنين في العالم جبناه في shiny white الراجل طبعا الحمد لله زهل قاعد يقولي أنا ما شفتش الدكورات دي في حياتي وما شفتش المنظر ده في حياتي هو راجل أصلا إيطالي بس هو يعني قال لك أنا في إيطاليا كلها ما شفتش الكلام ده ولا يفعل منه أنا بيلف العالم بيلف العالم كله بالجهاز ده عشان يوريلي الناس وبيقولي أنا ما شفتش تشطيب وأمريكا هي اللي بتعتبق زيك وكده وراح أمريكا والله وبيقولي ما شافش زي shiny white والله الحمد لله الحمد لله حاجة تانية إنه هو غير الموضوع الـ بري سيرتيفيكيشن ده كل حالة بتتعمل بيقوم البرنامج automatic يقوم مقارن الـ بري بلاننج بالبوست بلاننج لأنه هو عنده بقى الفيديو انت حصلت زرع فين ما هو عارف ما هو مصور يقوم مركبهم لك على بعض يقوم إيلك أهو أنا عندي الأيرور بتاعي 0% كويس ويقوم باعت للشركة الأم الجهاز ده دكتور أيمن في منه 18 جهاز على مستوى العالم على مستوى العالم ما فيش غير 18 جهاز نافي دينت الشرق الأوسط كله بالكامل ما فيهوش نافي دينت غيرها عند مصر عند شاني وقت فالحمد لله قدرنا نبقى في مصاف الأوائل في التكنولوجيا اللي هي كان الغرب زمان بيرضاش إنها هتيجي لمصر بس الحمد لله السقل بتاعنا في الانترناشنال ماركت دلوقتي في السياحة العلاجية بقينا حطينا مصر في الخمسة الأوائل في تكنولوجيا طب الأسنان ما شاء الله وده حاجة مهمة جدا إن انت تقدم للشركات دي نوع من الإغراء عشان يقبلوا إنهم ينزلوا بأجهزتهم في المنطقة ما هو الإغراء بيجي من إنه الجهاز بيحق ريت بالنسبة لهم كويس يعني فبالنسبة لهم لأن الحاجات دي كلها بالنسبة لهم المستلزمات ما هو عايز يشوف عشان يبيع مسلزمات الجهاز ويبقى الريتنج بتاعه العدد الحالات اللي هيشتغل عليها الجهاز كويس فده أتركشن بوينت بالنسبة لهم عمينا أعلى سكور للجهاز ده على مستوى العالم ما شاء الله عايز بسه أفعل ثلاث نقط مهمين استفدنا منهم من النهر ده في عادتنا إنه إحنا النهر ده الزراعة كان فيه ثلاث تخوفات أولا تخوف الأمان إنه أنا خايف لأ عصب مش عارف إيه لأ حاجة تانية السرعة لإنه كان فيه ناس كتير بتوعد في الزراعة فترة طويلة السرعة الحاجة التالتة الكفاءة إنه تايتانيوم بكفاءته وإحنا النهر ده في الحوار اتكلمنا على ثلاث نقط مهمين جدا الأكروسي والكفاءة والسرعة ننخصهم في طاي دايمون لازم نحفظ النفس طاي تايمون اختصار طاي تايتاني تايمون هو تعبير عن طبيعة الزركونيوم إنه فيه شبه من الماس الزركونيوم حاجة رائع جدا في عالم طب الأسنان من كتر تقدرهم له سموه ضايمة اللي هو الماس يعني جميل ضيف العزيز السيد دكتور شدي علي حسين كالعادة عمتعنا في حوار ممتع جدا فيه وحيدة من المناطق المهمة في عالم الزراعة الزراعة حيث ثلاث نقاط ومخطط مهمين جدا كلنا نفسنا نعمل لهم أشي في منتجاهيات الدقة والمتان الجودة والسرعة صح كده خليكم عن دكتور ترجمة نانسي قنقر